السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني اخواتي جينا اليوم فيديو جديد ان شاء الله غادي يكون تتم ديال الدرس السابق اللي كان في الجرامة في البيج تلاتين تورتي اه كيف ما سبق واننا درسنا اه الدرس ديال دير ويز ودير ار دبا غادي نهضرو على اه درس اخر اللي يكون ان شاء الله على اه لو اه وان وصم واني وغادي نشرح لكم كل واحدة فوقاش كان ستخدموها وغادي نخدمو كذلك القاعدة. اذا نبدو على تباركة الله تباركة الله ان شاء الله غادي نخدمو رقم ربعة. رقم ربعة كي طلبوا لنا read the examples complete the rules in sentences from one two four. من رقم واحد الى ربعة. نقرأ هاد examples ونفهموه ونعرفو الدور ديال كل وحدة فوقاش فين كتستعمل وغادي نعمرو هنا القاعدة. نبدو نقرأ هاد السنتنس او هاد الاكزامبلز. is there a desk in your room كيف ما كتلاحظون هنا كيني وحد الكلمات وحد الحراح هادو كتسمى كنا ا ا ا اني ان صام اني اني سام أنا استرعليهم باش يبانو مزينا ها هم استرعليهم كيف ما كتشوفو هادو اللي استرعليهم كتسمو باللغة الانجليزية وهم فيهم انواع فيهم كني بزاف غي هو اليوم غي نقتصروا غي نعرفو فين كيتسعملو الجملة الأولى هل هناك مكتب في غرفتك؟ نعم يوجد هناك مكتب ولكن لا يوجد أرم تشير أرم تشير هو الكرسي اللي عنده ليدين أنا هنشوف إلا ألقيته في صورة باش نوريه لكم هذا هو أرم تشير هذا تكون بحالة شكل ديالة الكراسة تكون كرسي وعنده ليدين كاف جناد هذا كتسمع أرم تشير الجملة الثالثة هل هناك أي كتب فوق المكتب جملة الرابعة yes there are some books but there are not any flowers نعم هناك بعض الكتب ولكن ليس هنالك أي أزهار الجملة الخامسة is there any money on the table هل هناك أي نقود فوق طاولة yes there is some money on the table نعم هناك بعض النقود فوق طاولة أنا قريت لكم الجملة وشرحتهم باش تفهموشنو معناتهم غندوزوا القاعدة باش تعرفوا فوقاش كنت تعملوا أه وآن والصم وإني أنا ملأت الفراغات اللي كاينين هنا في بالنسبة للجملة اللولة we use آن ولا آن أه ولا آن in affirmative negative and interrogative sentences with countable nouns in the singular بمعنى كنت تعملوا هاد الأرتيكلز اللي هي آه وآن كنت تعملوا في الأفرماتيب أفرماتيب هي جملة عادية جملة كتبدا النقطة كنت تعملوها كذلك في النيغاتيف اللي هي جملة كتكون آه فيها نيغاتيف نفي كنت تعملوها كذلك في الانترغاتيف زي ما في الجملة اللي كتكون على شكل سؤال with countable nouns هنا الشرط اللي خاص يكون في هاد الجملة اللي هما أفرماتيب ونيغاتيب وانترغاتيف خاص يكون countable nouns countable nouns بمعنى countable هي الأشياء التي ممكننا نحسبوها بحل دبني كان نقولو أبان ستيلو هاد السيلو إلا مثلا ندرنا عشرة السيلويات عشرين ستيلو وثلاثين ستيلو بمعنى كيد تحسبوه وان كان نستعملوها فقط في الأشياء اللي ممكننا نحسبوها نعدوها من واحد جوش ثلاثة أربعة خمسة إلى آخر هادا هو الشرط اللولاني اللي خاص يكون الشرط الثاني بمعنى وان كيتستعملو في وكيتستعملو في الحويج اللي هما بإمكاننا نحسبوهم وكيتستعملوها في هاد الجملة في الأفرماتيف والنيغاتيف والإنتروجاتيف هادو ثلاثة شرط خاص يكون ضروري وانا غدي نزيدكم الشرط الرابع اللي ما كينش هنا باش تعرفو فوقش تستعملو بالضبط اه فوقش تستعملو بالضبط ان هنا نكتب لكم فورقة اذا الخاصية الرابعة والشرط الرابع اللي ممكننا نستعملو فيه اه وان هو اه كنتستعملوها قبل كانسننت ليترز قبل الكانسننت ليترز اللي هما هادو بي سي دي ا اف جي جي كال ام ان بي كي الى آخره خاص يكونوا الكلمة اللي كتكون مرأة خاص تكون فيها حرف من هاد الحورف ولا يني ان خاص كتستعمل قبل الاسماء قبل الاسم اللي كيكون فيه فاول فاول ليترز الفاول ليترز هما هادو ا ا ا ا ا ا ا ا ا كنين هادو الى لقيتو الكلمة اللي كتكون باديا بواحد من هادو غديرو ا 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 هنا قلنا بأن الصام كنستعملوها في الافرماتيب سنتنسل بمعنى كنستعملوها بحال بهذا الصيغة هذه جملة عادية كنستعملوها في جملة عادية كيفما هنا أعطونا واحد المثال او مجوش أمثلة هنا جملة عادية اللي هي افرماتيب كتستعمل في الافرماتيب سنتنسل with uncountable nouns كتستعمل مع الأسماء الغير المعدودة ولا مع الأسماء اللي هي في الجمع واضح؟ هنا قالونا ثلاثة شورت ستكون في الافرماتيب جوست شورت عفوا في الافرماتيب سنتنسل بمعنى الجملة العادية ولكن كتكون فيها ناونز الأسماء غير معدودة ولا كتكون في الأسماء اللي هي في الجمع رقم ثلاثة ناونز الأسماء تتكون غير معدودة ولا مع الأسماء اللي هي في الجمع كذلك كتستعملوا We use any in questions with uncountable nouns or nouns in the plural بمعنى any كنستعملوها في الجمع اللي كيكونوا على شكل question على شكل question سؤال بحال هنا نعطونا مثال is there any money on the table are there any books on the desk واضح إذن هنا ربعاء ديال شورت كلة وحدة وشورت ديالها كيف ما شرحت لكم باش نفهمو كتر غاد نخدمو exercise number five وغاد نفهمو كتر فين كي تستعمل أ وآن وصام وآني شكرا exercise number five complete the sentences with some any an هنا خصنا هات 12 الجملة خصنا نعمروها بأ وبآن وبصام وآني الجملة اللولة there are some cupboards in the kitchen علش در نصام خصنا نعرفو علش در نصام حيتاش الكلمة اللي مورها جاية أولا على شكل الجمع وجاية الجملة في على شكل affirmative فينها هي we use some في الجملة كتكون affirmative وكتكون مع nouns in the plural مع الأسماء في الجمع دكشي علش در نصام الجملة التانية there are not any art galleries in the town در نأني علش أول حاجة حيتاش الجملة جاية على شكل negative ليه جملة فيها النفي تاني شرط هو أن art galleries جاية على شكل جمع ها هي الخاصية we use any in negative sentences with uncountable nouns or nouns in the plural ثالثة there is an aquarium opposite our house در نأن علش لأن الكلمة اللي جاية أول حاجة بعد الجملة affirmative جملة عادية تانيان جاية الكلمة اللي مراها singular مفردة در نأن علش مدرناش أ لأن الكلمة بادية بالفاول كي مشرحت لكم الفاول كنديرو أن هي اللي قبل الجملة الرابعة there is a vase on the table در نأه الشرط اللول هي الجملة جاية في affirmative تاني الشرط الكلمة اللي جاية يمر الفراغ جاية مفردة تالت شرط اللي هي بادية بالكانسنت مشي فاول دك الشي علش در نأه are there any paintings in the museum علامة استفهام any درناها أول حاجة حيث كين الكلمة اللي مراها على شكل الجمع تاني حاجة حيث الجملة على شكل سؤال هاش صرت في الكين we use any in questions with uncountable nouns or nouns in the plural الجملة الستة there is an armchair in the room هنا درنا an علش لأن الجملة أولا جملة affirmative جملة عادية تانيا لأن الكلمة اللي ببعد الفراغ جاية مفردة تالت شرط الكلمة اللي هي مفردة بادية بالفول إذن غنديروا an سبعة is there an livery in the town درنا an علش لأن من الشورة اللي غادين قدرنا نستعمله فيها an هي الجملة جت على الشكل interrogative اللي هو السؤال ولكن هنا علش مدرناش any درنا an لأن library جات singular كون كانت هنا جات library على سنين ندير a a لأن library لأن library ما باديش بالفول باديه بالconsonant واضح هنا a رقم تمانية there are not any parks in the city درنا any حيث الجملة جات على شكل negative هاي are not جات على شكل نفي والكلمة اللي موراها جات parks parks جمع إذن غنديرو any رقم تسعود there are some clothes in the wardrobe هنا درنا الصم أولا لأن الجملة affirmative جملة عادية درنا عدتني الصم حيث جات جمع هات الشي عليش درنا الصم رقم عشرة is there a dishwasher in the kitchen على ما تستفهم درنا هنا أ علش درنا أ لأن dishwasher جات مفردة درنا أ كذلك درنا أ حيث ما بادي بال vowel البادي ب دي البادي consonant دي consonant شي علش رقم حداش are there any zebras at the zoo درنا any هنا علش أولا zebras جاية جمع وجات الجملة كوشن 12 there are some plants in the garden some درنا حيث الجملة بعدها informative ثانيا حيث plants جات على شكل جمع تكشيل درنا some هكا غادي نكون كمنا الدرس الثاني اللي هو an و an و some و any كما قلت لكم كيت سمو articles الفيديو جاي ان شاء الله غادي نخدم this and these that and those وغادي نخدم هاف جات ان شاء الله هكا غادي نكون منا الدرس ديالنا في ان شاء الله غادي ندزل الفيديو الجاي غادي يكون كما قلت لكم في 31 نتمنى ان الفيديو يكون الإعجاب ديالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته